وسلسل دار غريب تسريبات الحلقة الستاشر بعد اللي حصل من بدر وشاف سلوة مع خالد واتهمها في شرفها وضربها واخدتها واما خالد أخته وروحتها على بيت أبوها وراح بدر وقال لأبوها على اللي حصل وقال إنه هو شافت مراته مع حد وإنه لو تكلم حيفضحه في الديرة كلها ويداله خيارين يا إما يقعدها عنده ويفضحه في الديرة ويقول للناس كلها إنه لأ أمراته مع واحد غريب فوق السطح يا إما قدامه يوين ويرجعها بنفسه على البيت يعني بيهدده غريب حيفضل يفكر في الموضوع اللي قاله بدر وحيسأل بنته إيه اللي خلاكي توقفي مع خالد فوق السطوح وتتكلمي لكن منتو حتقول إنه هو اللي طلعه وتكلم معايا وإنه كان بيقولي يعني احمي نفسك وروحي لابوكي مش أكتر وأنا عمري ما خنت حد وهو عارف كده كويس ومعرفش ليه بيتصرف معايا كده وكمان اتجوز علي ودخل واحدة البيت طبعا غريب حيبقى مأهور جدا على حالة بنته اللي وصلت لها دي لكن مش حيبقى في إيده حال غير إنه يرجعها البتر على البيت بدلا ما يتفضح في الديرة كلها وده اللي هيخلي باتر يستقوى عليها أكتر وأكتر لأنه شايفها ضعيفة قتامة أما بالنسبة ليه؟ ناصر اللي حيفضل شغال برضو مع الجماعة دول وهما شغالين تحت إيده مبسوطين جدا بتمر السنين وحنلاقي سنين كتير عدد وكل واحد فيهم بدأ يعيش حياته ويشوف السعادة فيها من غير ما يبقى زعلان أو حزين خالد حيتقبل مراته لأنه خلاص بقى أمر واقع وحيحاول يشيل سلوى من دماغه نادا وسالم هيعيشه مع بعض مبسوطين جدا سالم بيحبها وبيحب كمان بنتها وبيراعيها ودي كان التسريبات الحلقة 16 من مسلسل دار غريب لا تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وانتفعلي قراصة عشان يوصلكم كل جديد باي باي